السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله بالخير أوقاتكم مشاهدين الكرام تحية طيبة إنما كنتم أهلا وسهلا بكم في ختام حلقة أو برنامج عيد اليمن لهذا العام الذي طوفنا من خلاله وعبر مراسلين الكرام على العديد من المحافظات اليمنية صلتنا الضوء على الكثير من العادات والتقاليد اليمنية في الأعياد نقلنا أوجاع وأفرح الشعب اليمني في مثل هذه المناسبات والتي نسأل الله سبحانه وتعالى أن تنعاد علينا وعليكم وعلى الشعب اليمني دائما وأبدا وهو في خير حال وفي وضع أحسن وأفضل من وضعه الحالي لكل شعب من الشعوب وأمة من الأمم ودين من الأديان أعياده الخاصة ومناسباته الفرائحية التي تخصه وتخص عقيدته ووطنه وشعبه ونحن كمسلمين مشاهدين الكرام سنلنا الإسلام عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم عيدان دينيان مهمان لا ثالث لهما هو عيد الأضحى وعيد الفطر هذان العيدان الدينيان الذي نفرح بهما ونسعد ونمارس عباداتنا وشعائرنا العيدية من خلالها ولنا كوطن كشعب يمني كغيره من الأوطان أعيادنا الوطنية التي نفرح بها ونعتبرها رمزا لحقبة تاريخية إما أن تكون بالتحرر من الكهنوت مثلا كعيد الثورة ثورة 26 سبتمبر أو التحرر من الاستعمار كـ 14 أكتوبر أو عيد الالتحام الشمل واجتماع اللحمة الوطنية كـ 22 من مايو عام 1990 وغيرها من الأعياد الوطنية التي تخص شعبنا اليمني كما نلتقي مع الأمة ومع الإنسانية بشكل عام في أعيادها الإنسانية التي تعتبر مناسبات ونفرح بها ونستلهم الدروس والعبار ونقدم الهدايا لتلك الفئات مثل عيد الأم وغيرها من الأعياد والمناسبات الإنسانية التي تجمع الإنسانية جمعا وعيد الأعياد بالنسبة لنا كيمنيين يجب أن نقولها في هذه الفترة عيد أعيادنا اليوم هو يوم أن يتحرر بلدنا من ظلم الكهنوتي ومن ميليشياته ومن مشروع إيران في بلادنا فبدون هذا التحرر لن تكتمل أفراح الشعب اليمني وستستمر أوجاعهم وآلامهم وسيستمر الموظف بدون راتب والغلاء مستمر والجرع متتالية والتقطع قائم وأخذ الأموال ونهبها في ديمومة واستمرارية فعيد أعياد اليمن هو يوم أن تتحرر من هذه الشرذمة وتنتهي الحرب ويزول الخطر الإيراني عن بلادنا وعن المنطقة نزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير الذي أعده الزميل فهد فارس إذا الصبح تنفس حرية وتحريرا فذلك عيد الأعياد عيد تحرير كل شبر في جغراف البلاد عيد الانتصار لتاريخ اليمن وبطولات أبنائها الذين لم يترددوا لأجل وطنهم عن المسارعة نحو رحاب الاستشهاد وبدون الانتصار النهائي لكل قطرة من دم شهيد يبقى قاموس الوطن خاليا من مفردة عيد ولأن مؤلفي قاموس الأوطان هم صناع الحياة في كل ميدان يبقى المؤكد أن العيد مصطلحا ومعنى وحقيقة سيكون الحاضر الأبرز في مستقبل اليمن المستقبل الذي تكتبه تضحيات رجال نذر على أنفسهم أن يكونوا عيد الوطن إن غابت أعياده فاختاروا قمم الجبال وبطون الأودية ومجاهل الصحراء متارس كرامة تصد قطعان العبودية وتحرس ما تبقى من جغرافيا العيد كي لا يدنسها العبيد وعلى يد هؤلاء الأبطال والشعب الملتحم معهم تكتب ملحمة الحاضر وتصاغ أعياد المستقبل أعياد التحرير المكتمل الذي يراه اليمنيون رأي العين رغم كل دخان الغدر وضباب الخذلان حيث المرتقب الذي ستتعانق فيه الثورات اليمنية جميعا في يوم خلاص من كل آثار الاستبدار والاستعمار ومخلفاتهما ويلقي فيه اليمنيون بالتخلف المتغطي بعباءة سلالية أو سواها في سلة مهملات تجيد فرم المخلفات كي لا تطفح من جديد وذلك يوم قريب غير بعيد وهو عيد الأعياد ومفتتح المستقبل الجديد وفاتحة استعادة اليمن السعيد نعم هذا هو عيدنا الحقيقي وهذه هي فرحتنا الكبرى التي بإذن الله تعالى لن تكون بعيدة وسيكون قريبا مادم هناك رجال يؤمنون بحريتهم وكرامتهم وما دائما هناك أبطال يضحون ويقدمون الغالي والنفيس من أجل مواجهة المشروع الإيراني الكهرنوتي في بلادنا فسيزول هذا الخطر طال الزمن أو قصر لأنه نبتة خبيثة في جسد نظيف لا سيقتث من الأرض ولن يكون له قرار شاهدين الكرام فهمي بارمادة مراسلنا في حضرموت والذي كان بصحبتنا خلال أيام عيد الأضحى المبارك وأتحفنا بالعديد من التقارير الرائعة من محافظات حضرموت أو مدريات حضرموت المختلفة اليوم يطل علينا بتقرير من الحوطة هذه المدينة التي لها عيد سنوي يحضره الآلاف من أبناء المنطقة يتعاودون ويتزاورون ويفرحون بالعيد وبهجته ويتبادلون التهاني والتبركات نتابع هذا التقرير سويا في آخر محطة من أيام عيد الأضحى المبارك يجتمع الكثير من أبناء وادي حضرموت لتبادل التهاني بالعيد السعيد في أكبر تجمع شعبي يسمى عواد الحوطة بمدرية شبام يعود هذا العواد إلى عقود زمنية قديمة وما زال الأهالي متمسكين بذلك الموروث القديم هذا العادة وهذا الاحتفال السنوي الذي يقومها أبناء مدينة الحوطة توارثه سنين عبر سنين وعبر الأجداد طبعا وتوارث أبناء مدينة الحوطة أبن عن يدي لا يومنا هذا طبعا الفترة الأخيرة تزاحمت الناس وكثرة الناس وصبحت سوقا شعبيا ومزارا رسميا في مثل هذا اليوم وأيضا في اليوم الثالث من عيد الفطر المبارك من كل عام يفترش الباع المتنقلون شوارع السوق الرئيسي بمنطقة الحوطة ليكون بمثابة سوق شعبي لبيع ألعاب الأطفال والحلويات والمكسرات المختلفة بينما اللبان يعطر المكان برائحته الزكية ليعطي طابعا إيحائيا بقدم ذلك العواد لأكثر من 40 سنين نحن حاضرين في المكان هذا بإذن الله إن شاء الله نقدم والله جميع الحلويات حلويات بو محمد والعاب أطفال بو محمد حلويات والمكسرات حلوة بيضة حلوة ملونة حلوة عدن إقبال كبير من المواطنين على عواد الحوطة هذا العام مقارنة بسابقه ويعود ذلك إلى غياب المتنزهات والمساحات العامة حيث لا يجد كثير من الشباب بغيتهم في إيجاد ألعاب تتناسب مع أعمارهم وقضى وقتا يشعرهم أنهم في عيد يختلف عن سائر أيامهم فبغياب ذلك تجدهم يشكلون النصيب الأكبر في مثل هذه التجمعات هذا اليوم يوم بهي يفرح فيه الأطفال يفرح فيه الصغير والكبير ويتعاودون الناس ويلتقون الأصدقاء من كل حرب وصوب في هذا المكان يفرح الأطفال ويبتهي ونأخذ لهم الأعب ونأخذ المكسرات ونلتقي مع الأصدقاء المتفرجون هنا أكثر من المقبلين على تلك البسطات المنتشرة في المكان حيث أثرت العوامل الاقتصادية على رغبات المواطنين فأصبحت جوانب الترفيه بالنسبة لهم من الماضي لكن آمالهم تدعوم أن يكون المستقبل أفضل بكثير تهمي بارماده قناة سهيل شبام حضر موت مشاهدين ونحن نفرح بأيام العيد ونأكل ونشرب ونذكر الله تعالى ونجلس مع أهلنا وإخواننا وأبناء منطقتنا لا ننسى أن هناك أناسا تحركوا من أوطانهم وذهبوا إلى ديار الله تعالى وإلى بيت الله الحرام قبل العيد بأسابيع لأداء مناسك الحج هذا المنسك العظيم والركن الأبرز من أركان الإسلام الذي وفق وذهب للحج وعاش أجواءه وأيامه ومناسك ها هم الآن يستعدون للعودة إلى أوطانهم من أجل الالتقاء بأهليهم وذويهم وهنا تكون لهم ولأهليهم أيضا فرحة أخرى تكمل فرحة العيد فكل من له حاج يستقبله أهله وأبناء منطقته بالأهازيج والعادات والتقاليد والترحيب والزيارات التي يطلبون من خلالها منه الدعاء ويتطمنون على صحته ويسمعون منه حكاية الحج واللمسات والنفحات الإيمانية التي لاقاها في رحلته إلى الحج ذهابا وشعائرا وعودة وحول هذا الموضوع مشاهدين يحدثنا الشيخ محمد راجح عن أسرار الحج وعن زيارة حجاج بيت الله الحرام وأداء مناسكهم واستعدادهم للعودة إلى بيوتهم ومنازلهم وواجب المجتمع نحوهم من الترحاب ومن الزيارات ومن طلب الدعاء وغيره أهلا وسهلا بك يا شخ محمد تحية طيبة لك وحدثنا عن هذا الموضوع الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا أما بعد بالنسبة لأداء فريضة الحج والقيام بهذا النسك العظيم وهذه الشعائر المباركة ومن وفقه الله سبحانه وتعالى لأدائها فقد فاز فوزا عظيما فالعبرة بالقبول من الله سبحانه وتعالى بعد التوفيق لأداء هذه النسك والواجب على المسلم أن يفرح بطاعة الله فما قال الله تعالى قل بصدر الله وبرحمته بذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون والواجب على الحاج أن يكون حاله بعد الحاج أحسن من حاله قبل الحاج وذلك حتى يقبل الله سبحانه وتعالى منه حجه والمطلوب من الحاج أن يثبت على دين الله وأن يستقيم على شريعة الله بعد الحج وأن يحافظ على الأعمال الصالحة وأن يحافظ على الجمعة والجماعة وأن يحافظ على الطاعات والعبادات وأداء الواجبات وأن يجتنب وأن يفتعد عن المحرمات والكبائر ويجاهد نفسه بترك الصغائر ويكفر من التوبة والاستغفار ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى وينشغل بما يصلح أخرى عن دنياه ويقوم بما يصلح دينه ودنياه وآخرته على حد سوى وليس هناك شيء يشرع بعد عودة الحاج لا باحتفال ولا بطقوس ولا بأشياء مأثورة معروفة أبدا إلا ما اعتاد عليه بعض الناس وببعض المجتمعات اعتادوا أن يستقبلوا الحاج وأن يكرموا الحاج وأن يفرحوا به وأن يقدموا له بعض الهدايا أو بعض العطايا أو هو يهديهم بعض الأشياء بعد مجيئه من البلد الحرام من طيب أو من زمزم أو من شيء كما هو معلوم هذه كلها من العادات التي اعتادت عليها بعض المجتمعات الإسلامية أما بالنسبة للشرع ليس هناك شيء جاء في كتاب الله أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا أو يوضح لنا ماذا يفعل الحاج إذا رجع إلى وطنه أو يخصه بعباده أو يخصه بتهنئه أو يخصه بحفل أو بأي شيء والمطلوب يا أخواني أن يدعو الإنسان بالقبول فهذا إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام وهما نبيان ورسولان عظيما يبنيان بيت الله الحرام ويقولان كما قال الله وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم فالعبرة بقبول العمل الصالح من الله سبحانه وتعالى لعبده الذي أكرمه ووفقه لأداء حج بيت الله الحرام والنبي صلى الله عليه وسلم قال من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من حجه كيوم ولدته أمه انتفق عليه ويقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة رواه البخاري مسلم فليحرص الحاج على أن يجعل حجه مبرورا وسعيه مشكورا حتى يكون ذنبه مغفورا وتجارته لم تبور مع ربه سبحانه وتعالى ويسأل الله القبول ويلح على الله بذلك ويتوب إلى الله هذا ما تيسر ذكره وحفظكم الله أقوكم ومن حبكم في الله محمد بن راجح السلام عليكم الشيخ محمد راجح عضو منسقية علماء ودعاة اليمن كنت معنا شكرا جزيلا لك على كل هذه الإفادات شيخ محمد ومن صنعاء الحبيبة من صنعاء القديمة يقدم لنا الزميل هادي الحربي هذا التقرير عن أفراحها وأتراحها وعاداتها وتقاليدها صحيح أنها ترزح تحت وطأة محتل جاثم على صدرها كاتم على أنفاس أهلها إلا أنه ورغم ذلك كله لا يفتأوا أبناؤها أن يفرحوا ويسعدوا ويمارسوا أفراحهم قدر الاستطاعة نتابع سويا هذا التقرير الذي أعده الزميل وأنت تتجول في شوارع مدينة صنعاء القديمة وأزقتها في العيد ترى الأطفال يتصدرون قائمة العيد في الزيارة والمعايدة للأهل والأصدقاء السلام والتصافح وزيارة بعضهم البعض هو ما حفظ عليه سكان مدينة صنعاء القديمة فالطيبة صفة أصيلة احتلت قلوبهم منذ القدم كما إن زيارة الأرحام من أولويات عيدهم ولا يمكن تجاهلها مهما كانت الأسباب والظروف في حين تتهيأ المجالس أو ما يسمى الدواويين لاستقبال زوار العيد وليست زيارة الأقارب الذين لا يزالون على قيد الحياة فحسب بل زيارة من رحلوا عن الدنيا بالدعاء لهم في أيام العيد والتصدق لنياتهم عسب العيد أو العوادة للأطفال لا يمكن لها أن تغيب كونها لها بريقها في رسم الفرحة على محياء الأطفال في العيد وهكذا يحتفل المواطنون في صنعاء بعيد الأضحى المبارك على الرغم من اندثار معظم العادات والتقاليد الخاصة بالعياد خاصة بعد سيدرة الحوتيين على المدينة إلا أن ذلك لم يقتلوا ما تبقى من فرحة للصغار والكبار أما محافظة مارب التي كانت تحوي عشرات الآلاف أو مئات الآلاف فقط من السكان وبعد الأحداث أصبحت تحوي في جنباتها الملايين قرابة اثنين أو اثنين ونصف مليون من الذين تواجدوا في هذه المحافظة وتكاثروا ووجدوا فيها ملاذا آمنا وحرية وكرامة ومتنفسا ومنطلقا لمواجهة الكهنوت وظلمهم وجبروتهم والمشروع الإيراني هذه المحافظة وإن كانت هناك بعض المتنفسات فيها العيدية وبعض الحدائق الخفيفة إلا أنها تحتاج إلى العديد من المتنزهات والحدائق التي تتناسب أولا مع أعداد السكان الذي تكثف وازداد بشكل كبير في السنوات الأخيرة كما أنها تحتاج إلى هذه المتنزهات لتتناسب مع الجو الحربي الذي تعيشه نظرا للهجوم المستمر من قبل الميليشيات الحوثية على هذه المحافظة الزميل حفظ الله الحطامي طاف أجواء مأرب وقدم لنا هذا التقرير عيد آخر ومناسبة فرائحية أخرى ومأرب بلا حدائق أو متنزهات عدى دوارات الشوارع والجولات وبعض المزارع المحيطة بالمدينة خرقنا لقضاء إجازة العيد هنا في جولة الشهيد عبدالغني شعلان نظرا لقضاء الإجازة والتنزيه والترفيه نظرا لعدم وجود حدائق ومنتزهات أخرى في مأرب ماء يكتمل تشييد رصيف أو دوار إلا وسارع المواطنون للتنزه فيه يجدوا متسعا جديدا للترفيه وتزليه في حين أن الوعود المتكررة بافتتاح حديقة صغيرة يجري إنشائها ولكن دون جدوى بل أغلقت الحديقة المتردية المتاحة قبل العيد قلنا أيضا قلنا الأماكن العامة التي نجتمع فيها مثل الحدائق والأماكن العامة اجتمعنا في جولة الشهيد عبدالغني شعلان رحمه الله وأيضا كما نرى كما تشاهدون هنا الازدحام الذي نراه من السكان أيضا اجتمعت من كل المديريات الأرصفة والجولات هي الحدائق البديلة للحدائق شبه المعدومة حيث تخرج الأسر برمتها إليها على مدار العام مشكلة ازدحاما كبيرا في مواسم العياد ناهيك عن مئات الأسر تتجه صوب الصحراء وقنوات السد أول من العيدين نعيد على دولة ناوة على الجيش والمرابطين في الجبهات وندي رسالة إلى من هو يهمه الأمر كمحافظة أو غيرها أو إلى السلطة المعنيين في محافظة مارب نحتاج إلى أماكن للأطفال الجهال أماكن ترفيهية أو يخلوا المستثمرين أو التجار يفعلوا لهم أو يفعلوا الدولة يعني بشكل اقتصار دعوات الجهات المعنية للمستثمرين لا تزال قائمة مع وقوف الجهات ذاتها عاجزة عن إيجاد حلول للتخفيف عن معاناة المواطنين القاطنين في هذه المدينة المزدحمة حد الإختناق ليبقى السؤال متى سيجد السكان متنزهات ومتنفسات تحتويهم بدلا عن الجوالات والشوارع والأرصفة وهل بات ذلك مستحيلا ومعجزا؟ إذن لا بد لهذه المحافظة من المزيد من الاهتمام وعمل أو فتح المجال للمستثمرين بشكل أفضل لصناعة الحدائق التي تصنع الفرحة والبهجة وتوفر المكان والملاذ المناسب للأسر لتعيش مع أبنائها فرحات العيد وأجوائه وأيامه وفي تعز ومع الزميل أحمد مكيبر الذي أتحفنا بالعديد من التقارير في هذه المحافظة كان التعاون والتكافل أبرز سمات هذه المحافظة حيث تزداد في أيام العيد عمليات التكافل والتراحم والنشاط الاجتماعي والمجتمعي وخصوصا أيضا فيما يتعلق بتوزيع الأضاحي الذي أعد لنا عن هذا الموضوع زميلنا أحمد مكيبر تقريرا متكاملا صور التعاون والتكافر الاجتماعي في توزيع أضاحي العيد في مدينة تعز المحاصرة هو الوجه الآخر لسمود هذه المدينة أمام آلات الحرب الحوثية وما تبع ذلك من حصار متواصل بحق أربعة مليون نسمة منذ ثماني سنوات المؤسسات الخيرية سعت بكل ما لديها من إمكانيات في العمل والتنسيق على نجاح مشروع أضاحي العيد عبر عدد من المؤسسات العالمية وهو ما أسهم في استفادة الكثير من أبناء تعز من تلك الأضاحي رغم شحة الإمكانات التي تعلمتم ويعلم الجميع عنها إلا أننا في الجمعية أبينا هذا العام رغم هذا الشح إلا أن ننفذ كما ننفذ كل عام ولو بالقليل فقد قمنا بجمع ما استطعنا وفرقنا الطاقم وقيادة الجمعية بما استطاعوا واستطعنا أن نشتريه من الأطوار ومن لحم الأضاحي لنتمكن لإسعاد من نسعدهم في كل عيد وجد الله كل الداعمين خير القداء على هذا الدعم وخلال مشروع أضاحي العيد والذي استمر لثلاثة أيام متواصلة تم تغطية عدد من حارات مدينة تعز والنازحين في القرى والأرياف هو اللي يميز العيد هو التكافل والتلاحهم بين المسلمين وكنا نهم العيد بس فيه مباد داعمين ما إن شاء الله كملوا الفرحة لنا بدعمهم لإينا بالكساء واللحمة والفرحة لنا إن شاء الله نتمنى لهم جميع الشكر مشاهد تعزز دور التكافل الاجتماعي لدى أبناء مدينة تعز المحاصرين وتؤكد أن عيد الأضحى عاشه الجميع من السرور والفرحة والتراحم والتكافل بين أبناء المحافظة الواحدة أحمد مكيبر قناة سهيل تعز أما محافظة المهرة الحاضرة بقوة في هذا العيد بفعاليتها بأنشطتها المتنوعة ويعني عيدياتها المختلفة وبأيضا مراسلنا العزيز النشيط أحمد الحرازي الذي دائما ما كان يصحبنا خلال أيام العيد وفي حلقات هذا البرنامج بتقاريره المميزة يصلط الضوء اليوم على النشاط الحزبي في المحافظة والمتناسب مع أجواء العيد حيث أقامت دائرة المرأة في التجمع اليمن الإصلاح نظمت حفلا عيديا بمناسبة عيد الأضحى فكان هذا التقرير هذه الطريقة التي يقسدها هذا المشهد المسرحي كان المهريون يرحبون بالضيوف خلال الأعياد قديما والتي تحاول هؤلاء الزهرات إحياءها في هذا الحفل الجماهيري الذي أقامته دائرة المرأة بالتجمع اليمن للإصلاح بمحافظة المهرة وترسيخها بأذهان الحاضرين هن الشعب اليمني بقاصة بهذه المناسبة العظيمة وهذه الفريضة العظيمة وهي الفريضة عيد الأضحى المبارك التي يحتفل بها جميع المسلمين في كافة نحاو الوطن العربي الإسلامي وخلال هذه المناسبة العظيمة نحتفل نحن في دائرة المرأة بجميع هذه المناسبة سواء كانت مناشط دينية أو مناشط جماهيرية أو ثقافية ومناسبات عيدية ومناسبات سياسية فإننا نحن ندوره خاصة في دائرة المرأة خاصة فهي لابد من وجودها بين جميع صفوف النساء وبجمع الفئات العمرية بحيث يكون لها دور بارز في أدخال الفرحة إلى جميع هذه الفئات الحفل الذي شهد حضورا جماهيريا لافتا من أعضاء ومناصرية الإصلاح تخللته عدد من الفقرات الفنية المعبرة عن فرحة العيد والتي نالت إعجاب هذا الجمع الغفير من النساء والأطفال اهتمام إصلاح المهر بالقطاع النسوي وتمكينهن من الوصول إلى مناصب قيادية والسعى من دائرة الانتساب للإصلاح بعد أن وجدنا بيئة مشجعة لتطوير قدراتهن وتحقيق طموحهن بعيدا عن التهميش الذي ظلت المرأة المهرية تعاني منه منذ فترة طويلة نحن دائرة المرأة بالتجمع اليمني للإصلاح قمنا الليلة حفل بمناسبة عيد الأضحى المبارك لنشارك المجتمع من النساء هذه الفعاليات بعدة فقرات ترفيهية وهادفة لنترك أثر إيجابي في المجتمع وإن شاء الله ينال الإعجاب بالحفل جميع الحاضرات وحضر الكثير من المجتمع من النساء والأطفال لليشاركوا هذا الحفل وليستمتعوا بهذه الفقرات الهدف من قامة الفعالية أننا ندخل السرور في قلب كل إنسان وكل طفل وكل امرأة وكل رجل وكل حنا خاصة بالنساء لكن أكيد الرجال سيصلهم الخبر من النساء وأن العيد فرحة وأن اليمن بخير وأن مثل ما فرحنا اليوم بالعيد إن شاء الله سنفرح باليمن إن شاء الله ويتحرر اليمن إن شاء الله بإذن الله تعزيز التواصل بين الإصلاحيات وبقية النساء في المجتمع المهري هو الهدف الرئيسي لتنظيم هذا الحفل الذي أقيم وسط مدينة الغيظة بمناسبة عيد الأضحى المبارك أحمد الحرازي لقناة سهيل محافظة المهر إلى زميلنا هادي الحرب الذي كان معنا من مأرب وكذلك حفظ الله الحطامي الذي شاركنا أيضا بتقاريره من مأرب والزميل أحمد مكيبر الذي قدم لنا العديد من التقارير من محافظة تعز والزميل الرائع أحمد الحرازي الذي أيضا كان حاضرا معنا في العديد أو في كل الحلقات بتقاريره الجميلة من المهرة هؤلاء الذين صحبونا في حلقتي أو في حلقات العيد من برنامج عيد اليمن لهم كل التحية كما أشكر الزميل عمار الأضرعي الذي كان معنا بتنسيقه للمتصلين والتحية لكل الذين شاركوا معنا في حلقات برنامج عيد اليمن الذين كانوا معنا في اتصالاتهم وكذلك لزملائنا خلف الكواليس تحية طيبة مباركة لكم مشاهدين أينما كنتم ألقاكم بإذن الله تعالى أنا مختار الفقه حتى ألقاكم في برامجنا القادمة سودعكم الله لكم التحية وإلى اللقاء اشتركوا في القناة